تقول هل يجوز نثف الشعر الذي في الساق ساق الرجلين هل يجوز هل هذا جائز أم محرم أختي أمنايف من اليمن بارك الله فيك بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تزيل شعر ساقيها و شعر ذراعيها و شعر بقية بدني هذا كله جائز ما عدا شعر الحواجب فإن هذا هو النمص الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن فاعله وأما بقية الجسم فيجوز للمرأة أن تزيل الشعر سواء في الساقين في الساعدين اليدين مثلا في منطقة اللحية منطقة الشارب هذا كله يجوز لها أن تزيل هذا الأمر بشرط أن لا يكون هناك ضرر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرر